اهلا ومرحبا بكم نهار اليوم بقيت الاجواء مشمسة وايضا مستقرة في كافة مناطق المملكة كما وطر ارتفاع على درجات الحرارة بحيث كانت في عمان حوالي 16 درجة مئوية ايضا ظهرت اجواء ضبابية خلال فجر وصباح هذا اليوم خلافا للأيام الماضية والان كما نشاهد الاجواء الصافية وحوالي 9 درجات مئوية لكن التي نشعر بها هي اقل من ذلك وهي 8 درجات اما عن الرياح فحركتها هي جنوبية شرقية خلال هذه الليلة كما نشاهد درجات الحرارة هي 4 درجات مئوية فقط اجواء صافية وتكون باردة في اغلب مناطق المملكة وباردة بشكل لافت في مناطق البادية والسهول الشرقية ايضا حركة الرياح تكون جنوبية شرقية خلال نهار الغد هناك ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تكون اعلى من المعدلات بحوالي 4 الى 6 درجات مئوية الاجواء تكون ادفأ من المعتاد واقل برودة واجواء صافية واتجاه الرياح تكون جنوبية شرقية والان مع درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة وايضا لنهار الغد في العديد من المناطق والمحافظات الاردنية نلاحظ في خليج العقبة تكون 12 هذه الليلة وغدا 24 درجة مئوية مع تواجد خفيف لبعض الغيوم رأس النقب 6 درجات وغدا 19 في معان غدا العظمى هي 20 درجة الطفيلة 20 غدا الرشادية هذه الليلة 3 درجات وترتفع غدا الى 17 درجة في وادي الموجب 10 وغدا 20 درجة الكرك العظمى هي 21 الاجواء صافية ومادبة 19 درجة ايضا 19 في مطار الملك علياء لكن هذه الليلة 4 درجات مئوية شرق عمان 7 الى 18 درجة كذلك الامر في غرب عمان في سويل 3 الى 16 والزرقاء 4 الى 18 درجة عجلون 18 غدا ونكمل في اربد 10 الى 20 درجة ورأس منية في 14 تكون العظمى لنهار الغد الاجواء تكون باردة او اقل برودة من الايام الماضية المفرق كما نشاهد اجواء صافية ونكمل درجات الحرارة الازرق درجتين فقط وغدا 18 درجة اما عنرويشد هي 5 وغدا 19 والصفاوي 18 درجة غدا واخيرا درجات الحرارة في الجفر هي ما بين 4 الى 22 درجة فعلا تكون هذه الليلة اجواء شديدة البرودة وغدا اجواء معتدلة بالحديث عن نهار الغد كما نلاحظ درجات الحرارة هي 19 درجة وليلا تنخفض الى 8 درجات تكون اجواء معتدلة في كل من الاغوار والبحر الميت وايضا في خليج العقبة والاجواء تكون اقل برودة من الايام الماضية ليومي الخميس والجمع هناك ارتفاع اخر على درجات الحرارة وتكون اعلى من المعدلات بشكل ملحوظ وتواجد لغيوم على ارتفاعات مختلفة بحيث ليوم الخميس تكون 17 درجة وتنخفض الى 7 درجات ليوم الجمع انخفاض اخر 15 درجة وليلا 6 درجات وتبقى الاجواء معتدلة شكرا لحسن المتابعة